محمد استوشهد لأنه كان طالع مأمورية اللي ناس تقال جداً كبار وهو طالع المأمورية تجار مخدرات طبعاً تجار مخدرات أي فحب أنه كان بيحب يجيب أواضي كبيرة مش أواضي صغيرة كمان كان الحمد لله المكتب كله بيشهد أنه هو كان بيجيب أكبر أواضي وكده فلما راح عشان يجيب المأمورية وكان مع المظر السري بتاعه للأسف المظر السري بيعون غضر بي وغضر بي وبدل ما هو اللي يعمل كمين هم اللي عملوه كمين وأخدوه وللأسف خلص عليه وبطعنة كبيرة جداً من الجنب 30 سنتيقوه حاول برضو أنه ينقذ نفسه وما خافش من الطعنة وراح عشان هو ينقذ نفسه في مستشفى الصغر كسر الكمين بتاع اسم المنتزى عشان ينقذوه طبعاً عشان ينقذوه يلحقوه دخل بسرعة رئيس ما بيحسوا الكوة اللي هنا كلها نزلتلو لو سيحفظ أمه قالوا لهم مين اللي عمل فيه كده قالوا لهم الاسم الاسم إنه هو ده اللي خلص علي وكان برضو متقصل بالضبط بتاعه وأيّلوا نمين اللي خلص عليه قالوا تعالي على المستشفى بيوم يطلع المؤمورية قالوا لحاني على المستشفى فالكوة كلها راحة إلى المستشفى بعد ما داخل المستشفى فيش نص يزيعها على سعب كتير كان اتوفل بالأسف استشهد بالمعنى صح فربنا يرحموه لكن الحمد لله الواد اللي عمل فيه كده جابوا بعد ما توفى بساعة قبل ما حتى يطلع عن المستشفى كانوا أبضوا عليهم مسكوا كمدير أمن سكندرية وكوة كلها كان مسكوا فهو وأخذ 25 سنة يوم الوقفة يوم الوقفة أخذ 25 سنة لأنه يستاهل المرة كان نفسي في إعدام صراحة بس الإعدام كان سهل عليه لأنه احنا شوفنا في سنة صحيح فهو يستاهل 25 سنة يتعذب جوم وده اللي أنا كنت عايزة أقول له الناس إنه وزوج السيدة سرورة أمين شرطة محمد نعيم كان في المستشفى في خلال ساعة الداخلية كانت جايبة الشخص اللي غدر بي واللي كمان طعنه بسكينة حدا وقدى طبعا لاستشهاده ده أول حاجة دور الداخلية تحكم عليه بقى في الوقفة قبل العيد يعني كانت الفرحة فرحتين يعني الوقفة كان حكم عليه بـ 25 سنة سجن ويوم العيد كنتوا بتتكرموا وده أكيد يعني أقل قصاص وقال لحق ممكن أو القصاص وقال لحق ممكن يجي لحضراتكم طبعا هو أكيد دايما بأكد ويقول إنه في منزلة أعلى من هنا بكتير وفي مكان أفضل من هنا بكتير